السلام عليكم ورحمة الله نتابع اليوم مع طلاب صف الثامن طلاب صف الثامن كنا وصلنا مرة الماضية لدرس الفقاريات طبعا نبلشنا بالدرس الفقاريات وعرفناها مجموعة حيوانية واسعة الانتشار تكايفت للمعيشة في بيئات مختلفة وهي تنتمي إلى شعبة الحبليات إذا من مملكة الحيوانات واحدة من الشعب اسمها الحبليات تمتل الفقاريات كلها تنتمي لأنه شعبين للحبليات لأنه مملكة للحيوانات وتمتازوا بالخصائص التالية إذا كان دخليه مؤلفا من قحف جمجم عمود فقري إذا هذا أول ما يميزه الجدار مؤلف من طبقتين بشرة وآدمة جهاز الهضمي مكتمل زي تجويف جسمي حقيقي يعني يحتوي أعضاء وأجهزة أجهاز الإبرازي منزوج من الكلا طلق بها أقنية إبرازية هي اللي بتعمل على تنقية وتنظيف الدام جهاز الدوران يتألف من قلب بطن الموقع وشبكة من الأوعية إذن هنا دائما عندي بطن الموقع أي لأنه ما بيقع مثلا بجهة الرأس أو بجهة الظهر وإنما دائما يعني نعمل الحماية الألوثة بيكون بطن الموقع طبعا فيه شرين وأوردة دماغ جيد النمو وعنده أعضاء حاس الأجناص منفصلة أي أنه ذكر أنه أنثى المجميع بلشنا فيها في عندي الأص الأسماك الغضروفية وعنده الأسماك العظمية الفرق بينها تقول أن أسماك الغضروفية ليس لديها أنه عظام مثل ما بيقولهم مثل يعني عظام تركيب ولما الأشياء التي تدعم الجسم هي عبارة عن ماذا؟ عن غضاريف تمام؟ مغزل الشكل جهاز الداخلي غضروفي جلد مزاود بخشول درعية عضاء الحركة مثل بالزعانف المفردة يتألف من قلب ذو ذين و بطين تمام؟ إذن فقط ذو ذين و بطين وطبعاً وشرين و بردان طبعاً تنفس بسطة الخياشين الأجناص منفصلة وفي عنده بيود أو فيقة قسم صغيرة ريالي الجهاز الهضمي مكتمل ويتألف من فم بطني الموقع وقناة هضمية مؤلفة هاي هون نوصل للأسماك العظمية طبعاً هون عميلا بشوفوا قديش الأسماك العظمية عدد أنواعها يجب أنهم لا يوجد تناظر بالجسم أما هون يوجد تناظر مخصوصي بمنطقة الذيلية الجسم يغزلي ومغطى بقشور متنوعة من الحلقية أو لزعانة ذيلية لفصل الظهر للزعنة الهيكل الداخلي عظمي بدرجات متفاوتة يعني إنما عظمي فقط عظمي أو عظمي مع غضروفي وهو الغالب قناة الهضمية مكتملة والثم طرفي أو نهائي في الغالب يتم التنفس بوسط الخياشيم طبعا الخياشيم لماذا خياشيم؟ لأنها قائنات مائية الأسماك العظمية عادة مثانة سباحة وتم شرحها شو هي قلب ذورد هتين كمان يعني أدين ومطين أجناس مقصمة هلأ هاي الأسماك بالنسبة لفكرة البرمائيات طيب البرمائيات هي شكلتها لأنها كائنات حية عمجموعة حمالية تم الخلال دورة حياتها مرحلة تيارة قمائية أي أنها لا تستطيع العياء حيات إلا ضمن الماء قبل تحولها للطور البالغ إذن فيه شكلين لها الكائد الحي مختلفين عن بعض هنه وصغير قبل البلوغ ولما بيبلغ بيختلف بشكله كلية وممكن يكون بيعيش بالماء واليابسع وبتنام معا هلأ صفات العامة شكل الجسم متباين بشكل كبير وبعض الأفراد لهذه وبعضها لفاقد الثيل يعني تختلف بشكل كتير كبير عن بعضها والبعض هذه الصنف الهيكل الداخلي عظمي في الغالب يعني فيه شوية أضريف الجلد أملس ورطب وغاني بالغدر ليش إنه أملس ورطب لأنه بعضهم يتم التنفس فيهن عن طريق ماذا الجلد الجهاز العظمي مكتمل القناة العظمية تنفع فتحة أم فيها تماما يتم التنفس وصوات الرئتين وقد يتم بوصوات الخياشيم الخارجية لما بيكونوا صغار ولما تنفع دريتين يتم التنفس عن طريق الجلد هاي بنا ركز عليها القلب معلف من ثلاث ردهات تمام شوف معي هذا هو الاختلاف بين البرمائيات والأسماك الأسماك ردهتين هون ثلاث ردهت وذينين وبطين عضلي واحد الذينين يتصل فيهن الأورداء والبطين يتصل فيهم مذا الشرية الأجناس منفصلة والبرمائيات الفقرية بيوضة يعني طاقة ضضع بيوض طبعا هم بعض الأمثلة ماشي قلنا نشوف هلأ شرح مفصل لكائن الضفضع طبعا ضفضع كائن الأغلب يعرفه أو شايفه يعني شكله معروف منه غريف طبعا ضفضع نفسه فيه منه أنواع نحتاجه في الضفضع العتية دي هاي العادية شفاء الشجر وفيه منه ألوان وأشكال ومن صغير صغير لبعض الأنواع بتجي كبيرة تقريبا يوجد الضفضع من الفقريات الشائعة التي تستوطن من أهل عذبة والضفضع أعطوه نشاط ليلي طيب إذن أنا في غراتها تستوطن من أهل عذبة إذن ما فيه عندي بروح أنا مثلا نعال بالمحيط وبروح بدور بلاقي بصادة لا وإنما المياه العذبة وضفضع أعطوه نذو نشاط ليلي بغي يتفادئ الظروف الخارجية يعني هو بروح بينام وبتخبى بنهار من كل أنواع المفترسين وبالليل بينشاط بيطلع بيتحرك بتكاثر بتغذى وكذا ليه لا يتفادئها الظروف الخارجية المفترسين مفترسين الحرارة لأي شيء تنشط الضفضع في فصل الربيع قرب الأنهار والبرك والجداول يعني وين فيه ماء هنا فيه نهار فيه منطقة مثل بحيرة البراك جدول كذا هنيك بيكون دائما جنبهم لن يتم ماذا الضفضع بشكلها طبعا لماذا نحكي نحن بالربيع لأنه هم فصل التكاثر هي والصيف بعدين يفوت هلأ بنتعلم ما يفوت بسبات يغطي جسم الضفضع جلدا رقيقا ورطيبا يستعمله بعض الضفضع في عملية التبادل الغازي أي التنفس ازن هون جسمه تركز جلد رقيق ورطيب ويستعمله بعض الضفضع في عملية التبادل الغازي أي التنفس ازن بعدين الضفضع فم واسع وعينان كبيرتان تمام اذن لكل منهما جفن علوي وجفن سفلي ركزوا معي هلأ العيون شوف العينين كبيرتان طيب شوف عندي جفن علوي وجفن سفلي تمام كل هذا أمرضه ولكن هنا لدي غشاء رامش يغطي العين عند السباحة لهذا الغشاء رامش غير الأشفان اللي بتسكر العين على آخر إما هذا غشاء رامش غالبا بيكون دائما يعني شفاف بحيث يحمي العين لما بتصبح ماشي بنفس الوقت يسمع لها الضفطاء بالرؤية الآن طابلة الأذن خلف العيون اللي تتميز بكون لونها غامق طابلة الأذن يعني إذا بالنهاية هو لديه تركيب أذنية تسمع لها ويسمع الأصوات ولا كما ليس له تركيب يشبه الصيوان الأذن أو غيره ولكن هنا نحكي نحن مباشرة في عندي الطابلة اللي بتكون داخل القناة وتركيب الأذن الكامل إذا نركز على الشكل الخارجي ونركز أيضا بالنسبة للعيون والأذن طيب شوف للضفطاء زوجاني من الأطراف الأمامية القصيرة يعني عنده الأطراف يعني الإيدين الأمامية يعني مثل الليل فيما شبههم باليدين إذن بشكل عام أصيرة تمتاز بوجود أربعة أصابع والأصبع الأمامي في الذكور متضخم ويستعمل في مسك الأنثى خلال فصل الربيع أو فصل التزاور أما الأطراف الخلفية فتكون طويلة وقوية ليش طويلة وقوية؟ لأنه بالنهاية هو بيستعملها للقفز ما؟ فحركته هي قفز فالأمامية فقط للاستناد أما الخلفية فهي بتمتد وبتساعده ليقفز لمسافات طويلة ما؟ إذن طويلة وقوية والأصبع الأصابع تكون فيها صفاقية شو يعني صفاقية؟ غشاء جلدي يوجد بين الأصابع ليش؟ فكرة وجود الأصابع وهالغشاء بحيث يساعد على دفع المي والسباحة يصير شيء بشبه الزعن فيه بشبه الغطاصين أو الغواصين بالمي بهذا الشيء بيكون بحيث يساعده على دفع الماء أما لو كان أصابع وما في شيء بيناته فهون ما حي يتشكل نوع من المقاومة بالمي والصفاق يساعد الضفضاع في السباحة هلأ هاي نقطة الثالثة طيح نجي للنقطة الرابعة تتغذى الضفاضع على الحشرات بشكل خاص وتستعمل لسانها الطويل المتصل من مقدمة الفم والذي يحوي على غدد تفرز المخاط لمسك الفريسة وابتلاعها إذن هناك نقطة لماذا هو عنده فم كبير؟ مرشي بنفس الوقت ما عنده منطقة الحلق عنده عريضة أولاً لا تساعد على هذا اللسان الطويل يكون مصارها التكيف ليكون لاقي مكان له يقعد فيه ثانياً الغرد كمان المخاطية اللي بتفرز مادة غرية تلزأ بالفريسة ثالثاً الحشرات أو اللي بيأكلها فغالباً ممكن يكون منها شيء كبير يعني فهذا لازم يكون عنده فم تركيبه كبير ليحسن يمسك الحشرة قدر الأمكان في حشرات صغيرة وفي حشرات منها ممكن يكون كبيرة فهون بديها كلها لازم يكون عنده فم كبير نسبياً حتى يحسن يبتلع طبعاً شون ممسكها باللسان في عندك مواد مخاطية المواد مخاطية هاي بتعمل مثل مادة لاسقة تلزأ الحشرة طبعاً هون سرعة انطلاق اللسان سرعة كتير كبيرة هلا لنشوف يعني ليش نبوي سميناه من البرمائية طبعاً شوفه هون فكرة الأصابع والصفاق والغشاء الموجود هاي بنركز عليه تمام شوف شون أرجل عنده كبيرة الأمامية وطويلة بينما أرجل الأمامية شو قصيرة هاي بتمتد بتساعده على هاي هون طبعاً كما نشوفين شون العيون كبيرة وهون أذن تمام طبعاً هاي الجسم مكزة تمر دورته تكاثر في الضفاضة بعدة مراحل إذن تستغرق ما يقالب 3 أسابيع بدءاً من البيضة المخصبة وحتى وصول الطور البالغ للضفضاء إذن فترة تعتبره نسبياً عندما بغي المخلوقات طويلة تضع الأدفة البيض ضمن شريط من مادة جيلاتينية إذن هو من أن نحفزها طيب جيلاتينية بروتينية ويلقي الذكر أنه طفعه في الماء وتمع عملية الإخصاب خارجياً إذن هون التشطر عندي بيضة مخصبة صار الإخصاب خارجي أي خارجي الجسم تمام هلا البيضة المخصبة تمر بعدة مراحل انقسامات متتالية أي الخلايا الداخلية تبلش تنقسم تنقسام لا حتى يعني يزيد عددها وحجم ينتج عنها حيواناً صغيراً يسمى أبو ذنيبة أي وإذن هذه الانقسامات داخل البيضة طلعت حيواناً تسمى أبو ذنيبة ذو جسم مضغوط من الجانبين ينتهي بذيل إذن شوفوا هذه البيوت طلعتها مضغوط من الجانبين وينتهي بذيل تمام طيب هلا انتهي بذيل طيب استقروا أبو ذنيبة على سطوح النباتات المائية وين بيستقر على سطوح النباتات المائية يعني شايفين هاي بس يفقس بيظل عند السطح طيب ويلتسق بها وبعد مدة قصيرة تركها لا يسبح حر السباحة يعني الفكرة هو يطلع من البيضة لسه ما تعلم السباحة مصبوط فهو فيه نباتات بيلتسق بالسطح الخارجي لبين ما حسن يتعلم السباحة ويحسن يسباحة هلا أربعة يمر أبو ذنيبة بعدة مراحل متعاقبة تسمى مراحل استحالة شو معنات الاستحالة؟ انه مو انه شيء مستحيل يكون وانما التحول الشكلية الاستحالة الشكلية من شكل صغير للشكل البالغ هوا شو هي التحولات؟ أبسط شيء يفقد الخياشيم الخارجية يعني ببقى يتنفس من المي وانما بسين عنده رئتين يتنفس من الهواء كما يفقد الزيل بشكل تدريجي يعقب ظهور برعام الأطراف ويعقب ذلك ظهور برعام الأطراف التي تؤسس لنشؤ الأطراف الأمامية والخلفية ثم يفقد ذيله كليا يعني مو مباشرة ما يفقد الزيل وانه معنا مراحل ويصبح حيوانا كاملا قرر أنجاز فعاليته الحيوية ويعيد دورته هون بمعنى هاي لاحظو الشون شوية 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 بيكبر نوصل لعند نمو الأرجو وشوفها دولها بلشت تطلع هون الأرجو ووصل لهون صار غير بالغ ليل لأنه لست عنده ذيل هو بيروح الذيل ويصير النظف ضع بالغ برجع بيضع بيوض وهكذا إذن هاي الفكرة أن يشوفه فترة من حياته ما بيعيحسين يعيشها غير وين بالمي فترة تانية بيعيحسين يعيش بتنية سوا لهك اسمه بر مائي هون شو بداية تنفس سراوي أما لهون كله تنفس خيشومي ما؟ إذن هاي الفكرة منه هلا فيش اسمه سبات الضفطع طيب شو يعني سبات الضفطع؟ العمليات السبات مثل ما حكينا المرة الماضية هي النوم الطويل النوم لفترة طويلة بغرب الهرب من ظرف جوي ما بيناسب الكائن الحي إذن عمليات خفض الفعاليات الحيوية إلى أقل حد ممكن يعني خفضة يعني شوف فعاليات حيوية مثل النبض بيصير كتير بطيء النشاط الكذا كله كله أقل حد يعني أقل حد بيظل محافظة على حياة الكائن الحيوية ويجع فيها الكائن الحيوية المحافظة على بقائه يعني مشان يظل النباقي والابتعاد عن الظروف غير الملائمة طيب وبشكل خاص حد انخفاض درجات الحرارة هو من الركز إنه الشكل الخاص أغلب الكائنات بتعمل ثبات شتوي يعني بسير برد تروح بتحطرها وسوف تنام كل فترة شتوية وتمر الضفضع خلال ثباتها من راحل التالي يعني شو هي شلون بس بتفوت وتنام لما في مراحل تنزل الضفضع إلى قاعر النهر أو البركة وتختبئ في الطين ليش في الطين لأن الطين بيعمل على عزل الحرارة تغلو الضفضع فمها وأنفها وتنفس عن طريق الجلد إذن هون أساسية ليش فمه الأن فبحيث ما يفوت ماء أو شي أو تغطناء أو مايكروبات إذن هون تنفس عن طريق الجلد وتستهلك كمية قليلة جدا من الطاقة لأنه أساسا ما عم تحرك لا رجلين عم تحركوا لا الإيدين لا شي معي بس عملية أيضية بسيطة داخل الجسم منها المتوفرة في الجسم على هيئة الدهون وتختزم بشكل تركيب إصبعية فوق المراد والخصاء تماما إذن هون شون تتخزم على شكل تركيب إصبعية فوق المبايضي والخصاء عندما يعود فصل الربيع تخيل هون الشتاء كله من أخر إلى الخريف لأول الشتاء تبدأ أعمل لك رجال فصل الربيع تبدأ رجالة الحرارة بالارتفاع وتزيد الفترة الضوئية يعني شوف فكرة إنه رجالة الحرارة بلاش تزيد نفس الوقت فترة النهار إنه في ضوء يزيد وتحسن الضفاضع تحسن الضفاضع بذلك تغيير نحست فيه بطريقة تغييرات كيميائية تضيف الجسم من زيادة الضوء لكذا لا أريد أن نشوف فهون شو تحسن الضفاضع وتحسن الضفاضع فتعاود نشاطها من جديد وتبتأ بالتكاثر بعد مدة وجيزة من انتهاء السبات إذن هي عملت تكاثر إجا الصيف فوق إجا الخريف أخرى عملت شو سبات نامت هيك الأول ربيح طبعا بعض الأنواع الضفاطع بحسب المنطقة ممكن تنام ستة شهور ستة شهور سبات شو شدوي هناك كثير كائنات تعمل ثلاث شهور أربعة شو خمس شهور ترجع حسب طبيعة الجو هناك بعض الكائنات الحية تعمل سبات صيفي تروح تنام فترة الصيف هاي حالات نادرة وبالبيئات الصحراوية هناك طلاب وصلنا لعند الصنف الرابع والذي هو الزواحف نتحدث عنه إن شاء الله في درس القادم بإذن الله إلى هنا أي سؤال لا يستفسار تبعتني على المجموعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة